زوجتي على يدي يقول شاب لم أكن قد بلغت الثلاثين حين أنجبت زوجتي أول أبنائي ما زلت أذكر تلك الليلة كنت سهرانا مع الشلة في إحدى الشالها كانت سهرة حمراء بمعنى الكلمة كما يقولون أذكر ليلتها أني أضحكتهم كثيرا كنت أمتلك موهبة عجيبة في التقليل بإمكاني تغيير نظرة صوتي حتى تصبح قريبة من الشخص الذي أسهر منه أجل كنت أسهر من هذا وذاك لم يسلم أحد مني حتى شلتي صار بعض أصحابي يتجنبني كي يسلم من لساني وتعليقاتي اللارعة تلك الليلة سخرت من رجل أعمى رأيته يتسول في الصوت والأدهى أني وضعت قدمي أمامه ليتعثر تعثر فانطلقت بحكتي التي دورت في الصوت عدت إلى بيتي متأخرا وجدت الزوجتي في انتظاري كانت في حالة يرتالها أين كنت يا راشد قلت في المريخ ساخرا عند أصحابي بطا كانت في حالة يرتالها قالت والعبرة تخنيقها راشد أنا تعبة جدا الظاهر أن موعد ولادتي صار وشيكا سقطت دمعة صامتة على جبينها أحسست أني أهملت زوجتي كان المفروض أن أهتم بها وأقلل من سهراتي قاصة أنها في شهرها التاسع قاصة زوجتي الآلام يوما وليلة في المستشفى حتى رأى قفلي النور لم أكن في المستشفى ساعتها تركت رقم هاتف المنزل وخرجت اتصلوا بي حتى تعلموني الخطر ففعلوا اتصلوا بي ليزفوا لي نبأ قدون سالم حين وصلت في المستشفى طلب مني أن أراجع الطبيبة أي الطبيبة المهم الآن أن أرى ابني سالم لا بد من مراجعة الطبيبة قالوا لي أجابتني موظفة الاستقبال بحزن صدمت حين أرفت أن ابني به تشوقه شديد في عينيه ومعاقم في بصره تذكرت المتسول قلت سبحان الله كما تبي تدان لم تحزن زوجتي كانت مؤمنة بقضاء الله راضية طالما نصحتني طالما طلبت مني أن أكف عن تقليد الآخرين كلا هي لا تسميه تقليدا بل غيبة ومعها كل الحق لم أكن أهتم بسالم كثيرا اعتبرته غير موجود في المنزل حين يشتد بكاؤه أهرب إلى الصالة لأنام فيها كانت زوجتي تهتم به كثيرا وتحبه لحظة لا تظن أني أكرهه أنا لا أكرهه لكني لم أستطع أن أحبه أقامت زوجتي احتفالا حين خطأ خطواته الأول وحين أكمل الثانية اكتشفنا أنه أعرض كلما زدت ابتعادا عنه زادت زوجتي حبا وتعلقا بسالم حتى بعد أن أجبت عمرا وخالدا مرت السنوات وكنت لاه راقل غرطني الدنيا وما فيها كنت كاللعبة في يد رفقة السوق مع أني كنت أظن أني من يلعب عليهم لم تيأت زوجتي من أصلاحي كانت دائما تدعولي بالهداية لم تغضر من تصرفاتي الطائشة أو إهمالي لسالم واهتمامي بباقي إخوته كبر صالم ولم أمانع حين طلبت زوجتي تسجيله في أحد المدارس الخاصة بالمعاقيم لم أكن أحس بمرور السنوات أيامي سواء ليلي ونهار عمل ونو طعام وسهر حتى ذلك اليوم كان يوم الجمعة استيقظت ساعة الحالية عشرة ضر ما يزال الوقت مبكرا أقول لكن لا يهم أخذت دشا سريعا لبست وتعطر فهمنت بالقرود استوقفني منظره منظر سالم كان يبكي بحرقة إنها المرة الأولى التي أرى فيها سالم يبكي مكان غفلا أخرج أم أرى مما يشك سالم قلت لا كيف أتركه وهو في هذه الحالة أبو الفضول أم الشفقة لا يهم سألته لماذا تبكي يا سالم حين سمع فوتي توقف بدأ يتحسس ما حوله ما به يترى اكتشف أن ابني يهرب مني فالآن أحتست به أين كنت منذ عشر سنوات تبعته كان قد دخل غرفته رفض أن يخبرني في البداية سبر بكائه وتحت إصراري عرفت السبر فأقرأ عليه شقيقه عمر الذي اعتاد أن يسله إلى المسجد اليوم الجمعة خاف سالم أن لا يجد مكانا في الصف الأول ناد والدته لكن لا مجيب حينها حينها وضعت يدي على قمه كأني أطلب منه أن يكف عن حديثه وأكمل حينما بكيت يا سالم لا أعلم ما الذي دفعني لأقول له سالم لا تحزن هل تعلم من سيوافقك اليوم إلى المسجد أجاب سالم أكيد عمر ليتني أعلم إلى أين ذهب قلت لا يا سالم أنا من سيرافقك أنا من سيرافقك استقلب سالم لم يصدق ظن أني أسهر منه عاد إلى بكائه مسعت دموعه بيدي وأمسكت بيده أردت أن أسله بالسيارة رفض قائلا أبي المسجد قريب أريد أن أخطو إلى المسجد فأني أحتسب كل خطوة أخطوها يقول لا أذكر متى آخر مرة اندخلت فيها المسجد ولا أذكر آخر مرة سجدت فيها لله سجده هي المرة الأولى التي أشعر فيها بالخوف والندم الندم على ما فرقته طوال السنوات الماضية مع أن المسجد كان مليئا بالمصلين إلا أني وجدت لسالم مكان في الصف الأول استمعنا لقطبة الجمعة معا وصليت بجانبك بعد انتهاء الصلاة طلب مني سالم مصحفا استغرب كيف سيقرأ وهو أعمى هذا ما ترد أدف نفسي ولم أصبح به خوفا من جرح مشاعر طلب مني أن أفتح له المصحف على سورة الكهف نفرت ما طلب وضع المصحف أمامه وبدأ في قراءة السورة يا الله إنه يحفى سورة الكهف كاملة وعن ظهر غير خجلت من نفسي أمسكت مسحفا أحسست برعشة في أوصاني قرأت وقرأت ودعوت الله أن يغفر لي وينذيني فذه المرة أنا الذي بكى بكيت حزنا وندما على ما فرد ولم أشعر إلا بيد حنونة ترسح عني ذموعي لقد كان سالم يمسح ذموعي ويهدئ من خاطري عدنا إلى المنزل كانت زوجتي طلقة كثيرا على سالم لكن غلقها تحول إلى دموعي فرح فين علمت أني صليت الجمعة مع سالم منذ ذلك اليوم لم تفتني صلاة الجماعة في المسجد هجرت رفقاء السوء وأصبحت إلى أجهة خيرة عرفتها في المسجد دقت رعم الإيمان عرفت منهم أشياء ألهفني عن الدن لم أفوت حلقة ذلك أو قيام فتمت القرآن عدة ثمرات في شهر وأنا نفس الشخص الذي هجره سنوات قطرت لساني بالذكر لعل الله يغفر لي غيبتي والسخرية من الناس أحسست أني أكثر قربا من قسرتي اختفت نظرات الخوف والشبقة التي كانت تضل من عيون زوجتي فالإبتسامة ما عادت تفارع وجه ابني سالم من يرى سالم يظنه ملك الدنيا وما فيها حمدت الله كثيرا وصليت له كثيرا على نعمة ذات يوم قررت أنا وأصحابي أن نهتجه إلى أحد المناطق البعيدة في برانجة دعوية مع مؤسسة خيرية فقدت في الذهاب استخرت الله واستشرت زوجتي توقعت أن أرفض لكن حدث العسل طرحت كثيرا بل شدعتني حين أخبرت سالم عزمي على الذهاب أحاط جسمي بالدراعيه الصغيرين فرحا ووالله لو كان طويل القامة مثلي لما توانى عن تأبير رأسي بعدها توكلت على الله وقدمت طلب إجازة مرتوحة بدون مرتب والحمد لله جاءت الموافقة بسرعة أسرع مما تصور تغيرت عن البيت ثلاثة أشهر كنت خلال تلك الفترة أتصل كلما سنحت لي الفرصة بزوجتي أحدث أبنائي لقد اشتقت لهم كثيرا لكني اشتقت أكبر لسالم ثمنيت سماع صوته هو الوحيد الذي لم يحدثني منذ سافر إما أن يكون في المدرسة أو المسجد ساعة اتصالي بهم كلما أحكيه زوجتي أطلب منها أن تبلغه سلامي وتقبله كانت تضحك فين تسمعوني أقول هذا الكلام إلا آخر مرة هاتفتها فيها لم أسمع أحكدها المتوقعة تغير صوتها وقالت لي إن شاء الله أخيرا عدت إلى المنزل طرقت الباب تمنيت أن يفتح سالم لي الباب لكن تنجئت بابني خالد الذي لم يتنجاوز الرابعة من عمره حملته بين دراعيه وهو يصيح غابا غابا انقضب الصدري حين دخلت البيت استعدت بالله من الشيطان الرجيم سعيدت زوجتي بقدومي لكن هناك شيء أتغير فيها تعملتها جيدا إنها نظرات الحزن التي ما كانت تفاجقها عادت مرة ثانية إلى عينيها سألتها ما بكي قالت لا شيء هكذا ردت فجأة تذكرتم من نسيتم للحظات قلت لها أين سالم خفضت رأسها ولم تجر لم أسمع حينها ثوى صوت ابني خالد الذي ما زال يرن في أدني حتى هذه اللحظة قال أبي إن سالم راح عند الله في الجنة قال أبي إن سالم راح إلى الله في الجنة لم تتمالك سوجتي الموقف أجهشت في البكاء وخرجت من القنفة عرفت بعدها إن سالم أصابت الحمن قبل موعد مجيئي بأسبوعين أخذت زوجتي إلى المستجفى لازمته يومين وبعد ذلك فارقته الحمن حين فارقت روعه الجسد أحسست أن ما هدف ابتلاء واختبار من الله أحسست أن ما هدف ابتلاء واختبار من الله سبحانه وتعالي وحسست بيده تمسح دموعي وذراعه تفيضني كم حزنت على سالم الأعمى الأعرج لم يكن أعمى لم يكن أعمى أنا من كنت أعمى حين انسقت وراء رفقة السوء ولم يكن سالم أعرج لأنه استطاع أن يسلك طريق الإيمان رغم كل شيء لازلت أتذكر كلماته وهو يقول إن الله ذو رحمة وازحة سالم الذي امتنعت يوما عنه ابنه اكتشف أني أحبه أكثر من أخوانه بكيت كثيرا وما زلت حزينا كيف لا أحزن وقد كانت هدايتي على يديه كيف لا أحزن وقد كانت هدايتي على يديه اللهم تقفل شال في رحمتك اللهم إنا أسألك الزبار اشتركوا في القناة